تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تمونية بمضبطات أكثر من 5,260 طن مواد غدائية وبناء وكذلك 11,615 عب وتزيت وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 101 طن سلع غدائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي لاستلع الغدائية فقد تم ضبط ما يزيد عن 1033 طن كما تم ضبط 80 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء